اتفاق تجاري هام بين الولايات المتحدة مع الصين يضع حدا لعامين من حرب الرسوم الجمركية بين البلدين الاتفاق الذي يعتبر المرحلة الأولى في سلسلة اتفاقيات تجارية بين البلدين وقعه نائب رئيس الوزراء الصيني ليوهي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبر الاتفاق خطوة تاريخية لا شهد اليوم مرحلة تاريخية مهمة لم يسبق الأهماثي مع الصين ويتتمثل في توقيع اول اتفاق تجاري عادل ومنصف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين نتطلع اليوم لتصحيح اخطاء الماضي والدخول في مستقبل اقتصاد عادل وآمن للعمال والمزارعين الأمريكيين وعائلاتهم بموجب هذا الاتفاق تتعهد الصين بشراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين وستزيد الصين مشترياتها من البضائع الأمريكية بأكثر من 76 مليار دولار في العام الأول من الاتفاق كما تتعهد بكين بزيادة المشتريات بمقدار 123 مليار دولار في العام الثاني الاتفاق جيد للبلدين وللعالم إنه يثبت أن بإمكان الولايات المتحدة والصين إيجاد حلول لتعامل بشكل صحيح مع القضايا المشتركة وحلها بشكل فعال عبر الحوار والتشاور على أساس المساواة والاحترام المتبادل وعلى الطرفين وضع الاتفاق محل التنفيذ وستشمل زيادة المشتريات المنتجات المصنعة والطاقة والخدمات والمنتجات الزراعية في المقابل وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمهورية المفروضة على بعض السلع الصينية وتراجعت عن فرض رسوم كانت مقررة غير أن هذا الاتفاق لا يجبر الصين على القيام بتغييرات اقتصادية كبيرة مثل تقليل الدعم غير العادل لشركاتها والذي كانت تسعى إليه إدارة ترامب في السابق كما أن هذا الاتفاق لم ينجح في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن الخلافات التجارية بين البلدين ذلك أن سعر الذهب في المعاملات الفورية سجل ارتفاعا في أواخر جلسة التداول إلى جانب ارتفاع العقود الأمريكية للذهب مع ذلك فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تمثل تطورا لافتا في العلاقات بين الجانبين وسيتحول التركيز بعد ذلك إلى اتفاق المرحلة الثانية والتي من المرجح أن تركز على قضايا التكنولوجيا والأمن السيبراني وهي مسائل شائكة بين العملاقين الاقتصاديين وكانت الولايات المتحدة قد استبقت توقيع الاتفاق بقرار أزلت بمجبه الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها حيث كانت هذه القضية محل خلاف طيلة عقود بين بكين وواشنطن والتي لطالما اتهمت الصين بتخفيض قيمة اليوان من أجل تعزيز صادراتها